موسيقى موسيقى السلام عليكم معك موسير شركة اتران اتران بالعربية وبالشلحة كلمة اتران هي النجوم ترانس بور النجوم اتري نجمة اتري نجمة انا مسؤول كنت سائق مهني معهم ومن بعد كنت توعكت شوية في الصحة ديالي واللي كان مسؤول عن في المحطة الطرقية القامرة الرباط واش غادي نقول لك لانه مدة دبشي عامين ولا تلت سنين كنحس بوحد احسين بوحد الاكترية الرعبولة في هذه المحطة الطرقية وكتصور في البال لانه اليوم كنحس بحل عن اول اول نهار كنحس براسي كمسؤول وخاما غادي يقولوا مسؤولين يكونوا ولا ما يكونوش اول اول نهار كنكون فرحان لانه وتنقال غير تعمل المحطة الطرقية القامرة بالنسبة لهاد القديمة اللي كانت لانه فيها شوية ديال الضجيج والناس مكيركبوش مرتاحين واش غادي نقول لك لانه هد هد المحطة الطرقية كان حمد للله نشكروه اللي دشنا صاحب الجلال اليوم وفرحنا عدنا عرص كبير لانه احتال النقل غادي تنظم شوية لانه هدي كانت خلطة شوية فيها العشوائية كين انسان ما عنده لا سعاله ولو كيدخولي استاسيونيتم ما كيبدي يدي السواع ديال عباد الله كانت منه وكانت منه وهد شي يكون معمم في المغرب كامل باش باش بنادم شوية يكون مرتاح في النقل لانه النقل بالخصوص المحطة الطرقية خرج عليها خرج عليها شوية ديالكلام نبيل الفوضى لانه اكترت فيها شوية الفوضى ولكن العشوائية داك شو العشوائي ما ده با نحمد الله ونشكره احني ده با نامن هاد هاد المحطاتين جاميع المراسيق اللي يقلب عليها المواطني يعني احنا ده با دشنا صاحب الجلالة بقى ما دخلنا لهاش باش نعطيك التفاصيل اللي فيها ولكن كمع على حساب ما شفنا على هاد المنظر اللي فيها واتجهزة اللي فيها وهاد شي هادي تكون مزيانة ان شاء الله في المستقبل ونطلبوا الله تبارك وتعالي سهل يعني الان مواطنين على الرباطة ولا اللي غيجي الرباطة يبخيش اللي اللي يجي الرباط اللي غديجي المدينة الرباط باش يصافر خصوية عول على المحطة الطرقية جديدة اللي اللي كانت تواجد حدا الكمبليكس الامير مولي عبد الله هاد شي اللي كان اخويا وحنا فرحانين وهاد شي احنا احنا مسؤولين بالنقل ماشي نقالها كمسؤول على شركات اتران انا كميهنيين ايا انا كمسائق مهاني ومن بعد ان اوليت مسؤول على الشركة ديال اتران نعم خدمت سنوات من ادباء انا من اربعة وتسعين وانشي فورد الكار كان الحمد لله ونشكرهم عمرنا عدنا شي مشكيل ودك شي ولكن الحمد لله الحمد لله دبا بالنسبة لهذا المحطة الطرقية غادي كون غادي كون تحسينة يعني حسن من حسن من اللي كان وبنادم بعد ايجي ايجي مرتاع عارف راسول شي وغادي كون فيها الامن مزيان هنا ودك الشي والي سيكيريتي ديالها ودك الشي غادي كونه في المستوى وهد شي اللي كان طلبه الحمد لله على كل حال السلام عليكم انا مسير شركة النقل الفراشلاند وليوم تم الافتتاح ديال هاد المحطة الجديدة ديال القامرة كيف كتشوفوا المحطة القديمة القامرة يعني العراقيل ولمبوتية جالطريق اللي منين تحولتها ديالها كتشوفوا يعني نجحو في البنية ديالها اللي هي واحد تقنية اللي هي نفسة ربما دول اللي هي لابرة وحنا فرحانين يعني لان المستوى تديال نقرة توقش الحالة دياله كتده هورت بالنسبة للمحطات اللي هي كتتتخدم بوحدة المنافسة غير شريفة هنا رايك كل الحق قد يدي الحق دياله وتلي المسافرين غادي ياخدوا راحتهم في الصفار يعني لداخل كل شي كاين الغيشيات في اجهزاتها المتطورة المسافرين عياخدوا راحة دياله في شركة اللي هي عتلاء امو واللي عتلق به والمواقيت ديال الخروج عيكون الوقت دياله لان هنا عيكون واحد المراقبة شاملة من وزارة النقل ولا من الامن الوطني ولا المسيرين ديالالإدارة ولا النقالة تاني عيكونوا متعاولين مع هاتش هذا باش على الاقل يدوزوها حدرفية اللي هي مزينة ماذا تقريبا للطاقة السعادية المتعاق؟ الاحساء يدرك تقريبا على ما تظن انه بلي كتر من 24 راسيف ولكن كاينة الكافير اللي ياخد الحافلات لانه كاينة بعض الحافلات اللي هما كيدخلوا بعض المرة كياخدوا كيكون ما عندهم بش الوقت وكيجيوا بلاسي هنا يعني ربما عرفت لا دروا واحد باركينج لي بلاسي والكار اللي قد تقرب الساعة دياله يعني بواحد ساعة او لا كذا هذا غاديش يدخل للراسيف دياله اه هو اللي كيجعل الاكسيدات هو يعني كتلقى كار بقى لوحة ساعة ساعة هو داخل ملاسي في المحطة اذا هنارا محيدو هاتش هذا باش ماي مايكون سعيكون تنضي وحافلات دخل في الراحة دياله السرسي المسافرين دياله وتخرج يعني بالنسبة لكم انتم كميهنيين هادي ربما نعتبروها معلامة في المغرب ما ننكرروش انها تعمى في باقي المدن اكيد اكيد هدي هدي محطة يعني كيتشرف بها المغرب وكيتشرف بها النقالة في جميع المدن وعبرها المملكة المغربية كانت منها وحنا المحطات يعني يكون وكي بحالها لانه ده بك تكون محطة وحدة وسطها البلاد بحاله وكي مدينة وحدة تقدر تخرج من هنا عالتح في مدينة اخرى مثل في الدار بيضا يعني المسافر عاي يخد راحتو هنا ولا كي الكارنداس بسجع الدار بيضا عاي القارعو باخر عاي القموش كي الاخر في المحطة هداك الشي اللي عيت فاد هنا كانت منه وحنا المحطة ديال الدار بيضا تايت تاخد بهذا النظام هذا كيف كان شمركش يعني النظام دياله غادي متسير لانه خدتي الدرجة اللولى يعني في النظام ديال المحطة وكانت منه جميع المحطات يبشيوا على الطريقة هدي انتو مكان القالة صاحب الجلالة ديال شن هذا المحطة عشنه احنا هاد النهار عدنا واحد عرش كبير بانه يعني واحد جلالة المالك محمد السادس ناصر الله عياده اعطال اهتمام ديال هاد المحطة واعطال اهتمام النقالة لانه هاد شرف كبير نقالة بش يسيدنا ويجيد شن هاد المحطة لانه يعني محطة ولا في تاريخ كانت هاد المحطة هدي قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو ديروجام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي